ان شاء الله سنتكلم في هذا الدرس عن التهاب الحالق عند الاطفال معظم الاطفال يصابون بالتهاب الحالق بين الحين والاخر عادة بسبب الفيروس المسبب لنزلات البارد ايضا في كيف يمكن معرفة ما اذا كان سبب التهاب الحالق هو البكتيريا او الفيروس ان العاطس او السيلان الانف تشير الى ان سبب التهاب الحالق هو فيروس نزلت البارد ايضا اعراض التهاب الحالق الذي تكون تشير الى ان التهاب بكتيري تشمن التهابات الحالق الذي يستمر اكثر من اسبوع مثلا وصعوبة او علم اثناء البلع وايضا الفراط في الترويل سيلان اللعاب وايضا الطفح الجلدي بشكل عام في حبوب في الجسم ووجود ايضا قايح في الجزء الخلفي من الحالق فيه الدهاب بسيط في الجزء الحالقي ممكن تصاحب حمى اكثر من تقريبا 38 درجة مئوية ايضا حدوث احتكاك مع شخص اخر مصاب بالتهاب البكتيري باستخدام المضادات الحيوية ممكن تقضي على هذا المرض ويتم علاج التهاب الحالق من قبل المضادات الحيوية اما بسبب او شسمه اذا كان المريض مصاب بالتهاب فيروسي بشكل عام المضادات الحيوية ما رح تنفع مع هذه الفيروسات للأسف الى هنا انتهى الدارس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله نشوفكم في دارس قادم